هذا ويتعرض الناشطون السوريون الحاملون للجنسية الأمريكية في الولايات المتحدة لضغوط وتهديدات ليس من الحكومة الأمريكية بل من موظفية السفارة السورية في واشنطن الأمر الذي ادفع بوزارة الخارجية للتعليق علنا على القضية التي تحولت إلى جهاز الـ FBI للتحقيق فيها من الشقاقي التقت بعض هؤلاء الناشطين في واشنطن وأعدت هذا التقرير هذا بابا الشهيد عبدالغفار عبدالعزيز مصممة الدكور السورية الأمريكية هالة عبدالعزيز لم تعلم بمقتل والدها إلا عبر فيديو شهدتها صباحة أحد أيام إبريل هذا العام كنت مفكرته أنه لساته يعني على قيد الحياة ما كنت كنت أضرب أخماس بأزداس ما يعرفاني بشي نهائيا بعدين عاد شفته من بين قائمة الشهداء وعى التلفزيون أنه زعوا اسمه أنه استشهد وما زادها لا ألما أنها لم تستطع الاتصال بأهلها نتيجة قطع السلطات السورية خطوط الهاتف لأكثر من شهر غضبها وحزنها دفع بها إلى استغلال قوانين وطنها بالتبني الولايات المتحدة قررت أني أرفع دعوة على بشار الأسد شخصيا القانون الأمريكي يسمح لعائلات ضحايا القتل والتعذيب الأمريكيين برفع دعاوة ضد دول قامت بهدر حقوق ذويهم من غير الأمريكيين وانضم في الدعوة سوريون أمريكيون آخرون لكن هذا النشاط أثار غضب السفارة السورية في الولايات المتحدة فقامت بتهديد بعض الناشطين السوريين الأمريكيين الحرف الواحد هنقتل أهلك هنشرد بنتك ما هتعرفي وين وبالأخير هنقتلك أجمع من الأشخاص تلقوا رسائل تهديد من أشخاص مجهولين أو من أرقام هاتفية مجهولة وحملوا هذه الرسائل إلى أجزة الأمن الأمريكية التي اخذتها على محمل الجاد وقامت بفتح تحقيق موسع اشتركت فيه لهم لان سيكوريتي والإف بي آي وتضح أن السفارة السورية تقوم بأنشطة جسوسية على المعارضين السفارة السورية صورت الناشطين الذين تظاهروا احتجاجا على الانتهاكات السورية بحق المحتجين المطالبين بالحرية وهدد البعض باعتقال عائلاتهم في سوريا ليقوموا بالضغط على أبنائهم لوقف نشاطهم السفارة السورية لم ترود على طلبات العربية المتكررة للتعليق على القضية ومكتب التحقيق الفدرالي قال إنه لا يعلق على التحقيقات الجارية أما وزارة الخارجية الأمريكية فاكتفت بالتصريح الذي أصدرته هذا الشهر والتي قالت فيه إنها تأخذ على محمل الجد محاولات تخويف وترهيب أشخاص في الولايات المتحدة لمحاولاتهم من ورسة حقهم الشرعي في التظاهر وأنها تحقق في قضية معاقبة الحكومة السورية لمواطنيها نتيجة ممارسات أبنائهم في الولايات المتحدة كل هذا لم يؤثر في عزيمة هالة التي تتعرض في الآوين الأخيرة للمراقبة على ما يبدو من سوريا أمريكيا يتبعها أينما ذهبت مستحيل انسحب من الدعوة أنا مستحيل من الشقاق العربية واشنغتن